قلت لكم قبل المداخلة ان فيه اتنين مرشحين جداً هيكتور كوبر المديل فني الاصبق لمنتخبنا الوطني و باتشيكو جين باتشيكو المديل فني ايضاً الاصبق لنادي الزمالك الحكاية ايه؟ اقولك انا الحكاية ايه؟ هيكتور كوبر هو المرشح الاول هو الاسم الاول اللي عايزه نادي الزمالك بس الحكاية فين؟ الحكاية إن هيكتور كوبر عنده مباراة مباراتين في تصفات كاس العالم مع الكونغو الديمقراطية الفريق أو المنتخب اللي بيدربه قدام منتخب المغرب يعني على الورق ممكن المغرب تكسب وتبقى المرشح الأقوى أو المرشح الأفضل ولكن هو من حقه يبقى عنده حلم يسعد لكاس العالم فأكيد هيكتور كوبر مش هيجي دلوقتي نادي الزمالك مش هيسيب المنتخب الكونغو دلوقتي حالا طيب هل ينتظر الزمالك لما يشوف النتيجة إيه؟ يعني يكمل مع كابتن أسامة نبيه وينتظر نتيجة الكوبر وبعد كده يشوف ده اقتراح بس اقتراح صعب شويتين ليه؟ لو الكونغو ساعد لكاس العالم أكيد برضو هيكتور كوبر مش هيسيب الكونغو يسيب كاس العالم وهيجي يدرب الزمالك هيبقى عايز يلعب في كاس العالم طبيعي وهو منطق ساعتها الزمالك هيكون ضايا وقت كتير أوشي طيب هيكتور كوبر كمان ده بس ده من وجهة نظر أنا دي مين وجهة نظر أنا؟ ما لهاش علاقة بالاقتراحات أو الحاجات اللي بتحصل داخل مجلس ضاياة نادي الزمالك وجهة نظر أنا أنه هيكتور كوبر مدرب رائع أنا من أكتر الناس اللي كنت شايفه مدرب رائع مع منتخة مصر ما كنتش أنا من الناس اللي لعب وحش ولعب وممل لا لا أنا كنت أحب الراجل اللي عنده أسلوب لعب الدفاعي بقى هجومي المهم إن احنا منكسب ومنعمل معاي إنجازات فأنا كنت باحترم جدا هيكتور كوبر بس هل هيكتور كوبر يصلح مع نادي الزمالك في الوقت الحالي في رأيي؟ لا ليه لا؟ أقولك لما بتيجي تختار مدير فني أي فرقة في العالم أي منتخة في العالم بيحط معايير يقول مثلا أنا عايز مدير فني عنده خبرات أنا عايز مدير فني عنده بطولات وإنجازات عايز مدير فني له خبرات في الكرة المصرية عايز مدير فني عنده شخصية قوية بتحط المعايير دي وتيجي بعد كده للمعايير المهمة قوي بقى ايه يا معيه المهمة قوي هل المدير الفني ده بيليء ينسجم مع تشكيلة الفريق دلوقتي تشكيلة فريق نادي الزمالك دلوقتي هتحس انها تشكيلة هجومية جدا الكونسب او الفكر بتاع نادي الزمالك انه يهاجم انه يلعب كرة ممتعة ان يلعب كرة فيها مهارات عنده مجموعة مهارات كتير جدا عنده شيكابالة انا هقولك تشكيلة المباراة اللي فاتت مباراة الوداد بعد الاربعة المدافعين اللي وراء وحارس المرمى كل التشكيلة هجومية يعني فيه ست لعبين بصفات هجومية امام عشور هو لعب وسط اصلا مهاجم اوباما طبعا لقم عشرة اشرف بن شرقي شيكابالة زيزو وسيف الجزير فالزمالك فريق هجومي فريق تفكيره هجومي هتقول لي ايه انت بتقول ايه كلام طيب تعالى نروح لأوروبا المدرسة يعني الرفرنس بتاعنا الحاجة اللي بتشوف منها ونقول احنا كمان تمام باير نيميونيخ من كم سنة جاب بيب جوارديولا بعد يوب هانكس اللي كان خادر السلسية مع باير نيميونيخ بيب جوارديولا هل تختلف حضرتك انه ده امتع مدرر في العالم بيقدم كرة هل تختلف انه مدرر بناجح جدا هل تختلف انه مدرر بتاريخي جماهير باير نيميونيخ كانت تكره بيب جوارديولا ليه يا عام اصل غير من طريقة لعبنا غير من شكلنا غير من هويتنا يا راجل كان بلعب معك وتيجي تاك لا احنا مش بتعطيك تاك احنا بتعطيك اللعب الجد اللعب المكن المكنات الألمانية ده انتوا عارفين مكن وما تجيش تقولي بقى اللعبة الحلوة والكرة الممتعة ما عنديش انا الكلام ده انا كباير نيميونيخ وانا كجميل باير نيميونيخ وانا كإدارة باير نيميونيخ ما عنديش الكلام ده فبيب جوارديولا ما نفعش مع باير بيب جوارديولا ما نفعش مع بعض فالفكرة في ايه انه هل المدرب وحش لا هل تشكلت الزمالك دلوقتي وحشة لا بس الاتنين مش هيركبوا مع بعض دلوقتي فانت عايز مدير فني يليق على اللعيبة دي يأي ما تمشي اللعيبة طيب قديك مثل يعني يوضح لك الصورة اكتر يجي مثلا هكتور كوبر يقول لك لا الشيكبالة مش هينفعني طيب نخشك مشكلة ده عام الشيكبالة طب ممكن ما يقولش كده انا بس بقولك على سبيل المثال يعني الشيكبالة مش هينفعني ليه مش هينفعك عشان ما بيقديش الأدوار الدفاعية اللي انا عايزها طب نمشي الشيكبالة اه مشي الشيكبالة الشيكبالة انا مش عايزه طيب نيجي بقى على أشرف من شرق يا جادة انت أشرف من شرق ده شايل الفرق اه بس ما بيدفعش انا عايز العيب بيدافع انا عايز بس واحد قدام هو اللي بيهاجم والباية كله بيعرف يدفع ويهاجم فده فكره وممكن ينجح بيه بس ده معناه ايه ان ممكن مجموعة كبيرة من اللعيبة اللي موجودة في نادي الزمالك دلوقتي ما يبقاش ليها مكان فيه مدرب تاني ييجي اللعيبة دي بقى يقولك الشيكبالة ده أهم لعب عندي في الفرق اشرف من شرق انا ما قدرش استغنى عنه ولا دي اياه في المباراة عشان طريقة لعبه تتناسب مع اللعبين اللي موجودين فانت مش هتغير التشكيلة كلها والفرقة كلها عشان المدرب منطقي اه المدرب بيجي فيه لاعب عايزه فيه لاعب مش عايزه ده وارد كل المدربين بس التفكير كله هيتغير ده رأيي ده رأيي على فكرة وده تحليلي للموقف ممكن إدارة الزمالك تشوف حاجة تانية ممكن محايلين آخرين يشوفوا حاجة تانية دي كورة يعني هكل واحد فينا بيقول فيها رأيه اما جيم باشيكو فانا شايفه مناسب للزمالك وإن كان أنا مع فكرة انك تغير وجوه تشوف أسماء جديدة تاخد المخاطرة تطلع اسم جديد يعمل لك شكل جديد لنادي الزمالك بشيكو مش مدرب مش ناجح هو بس دايما كان بيواجه وسوق حظ مع نادي الزمالك بس كويس مدرب محترم بس تجرب أسماء جديدة تشوف أسماء جديدة شفنا الأهلي لما جاب بايلر جاب موسيماني جاب ناس مش متوقعة خالص فجاب هم ونجحوا جرب جرب أسماء جديدة وأنا متأكد أنه فيه سيارة ذاتية قدام إدارة نادي الزمالك ممكن يختاروا منها المهم وإنت بتختار تحط معايير لما هتيجي تحط المعايير دي أي اسم هيركب على المعايير دي حتى لو مشتغلتش في مصر هيعرف ينجح هيعرف ينجح